بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو نوضح كيفية الوصول للمواد التدريبية التحضيرية لمسابقة أحفظ أتدبر أعمال مثل هذا الرابط يأتيك على الواتس أو على الفيس رابط قناة اليوتيوب للبرنامج التدريبي تدريب التلاوة بالضغط عليه سينقلك مباشرة إلى صفحة فيها قائمة التشغيل الخاصة بتدريب التلاوة والفيديوهات مرتبة من صورة الفاتحة وكل يوم إن شاء الله نصف صفحة فيديو لنصف صفحة للتدريب على التلاوة كل المطلوب الفيديو مدة من دقيقة ونصف إلى دقيقتين أو ثلاث دقائق على الأكثر والمطلوب أن تتابع الفيديو وتحاول أن تقرأ كما بالفيديو قدر الممكن إن شاء الله ومع الوقت ستتحسن طريقة القراءة بالنسبة لتدريب التدبر نفس الطريقة انتقل إلى فيديوهات قائمة التشغيل لفيديوهات التدبر في الفيديو محاولة لكيفية تدبر القرآن لأن المقصود ليس معرفة المعاني كثير مننا يعرف معاني في القرآن ولكن ماذا يريد من الله سبحانه وتعالى لذلك قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحتاج أن نفهم رسالة القرآن حتى تكون نورا لنا على الطريق بهذه الحياة وإلى الآخرة إن شاء الله الرابط الثالث وهو رابط أكثر تنظيما أو صفحة أكثر تنظيما وترتيبا ويمكنك من خلالها المتابعة والتفاعل وهي فصول جوجل عند الضغط على هذا الرابط سينقلك إلى مثل هذه الصفحة ويطلب منك أن تدخل على أن تشترك أن تطلب الانضمام إلى الصف في إيميل الذي المسجل على الموبايل أو المسجل على اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر تضغط على الانضمام إلى الصف فينقلك مباشرة إلى الصف في الصف كما تجد هنا الواجب الدراسي أو كلاس وورك لو أن البرنامج لديك باللغة الإنجليزية كلاس وورك أو الواجب الدراسي تجد هنا جميع الفيديوهات مرتبة بشكل أفضل هنا مقدمة تعرفية بالمسابقة وقناة التحضير لها يمكنك الدخول هنا صورة البقرة جميع الفيديوهات المتعلقة بصورة البقرة صورة الفاتحة وفيديو تدريبي على التلاوة وفيديو تدريبي على التدبر في صورة البقرة يمكن الضغط هنا لتجد الفيديو تفتح الفيديو من هنا وتبدأ المستماع يمكنك عندما يعني بعد ذلك تفتح مثلا من على الفيرس على اليمين تفتح صورة البقرة يمكنك هنا إضافة تعليق على الفيديو من هنا يمكن إضافة تعليق على الفيديو إذا لديك ملاحظة لديك مخترح تطويري وتحسيني لنظام العمل وهكذا فالعمل في النهاية هو عمل تعاوني بيننا جميعا لنحاول أن نشجع بعضنا البعض للاهتمام بالقرآن الكريم وحظه وتدبره نسأل الله سبحانه وتعالى إن أنفعنا جميعا بهذا العمل والحمد لله رب العالمين